جددت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله تأكيدها على أن تقدم المرأة البحرينية وما تحققه من نتائج طيبة من كافة ميادين العمل وما تقوم به من دور رائد في تنمية المجتمع البحريني وحفظ مكتسباته وأنجازاته بكمها ونوعها تحظى اليوم دون أدنى شك برعاية ودعم متواصل من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى كما شددت صاحبة السمو على أن هذه الرعاية والعناية الملكية الرائدة تستوجب الإشادة والتأكيد على أهميتها وبيان عكاساتها على ما يشهده أداء المرأة البحرينية من نقلة نوعية لا بد لنا اليوم أن نحفظ استمرارها ونسعى إلى البناء على ما تحقق لها خصوصا وأن الدور الذي تقوم به المرأة اليوم أصبح إسهاما لا يستهان به ولا يمكن الاستغناء عنه بالنظر إلى طبيعة ما تحققه المرأة وما تقوم به من مسؤوليات متنوعة ومتعددة تعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني وهو دور يستمد قوته أيضا من التزام الدولة بكل مؤسساتها بتفعيل مبادئها الدستورية التي جاءت بشكل صريح كمبادئ داعم لشراكة المرأة الحقيقية والمتكافئة كمواطن كامل الأهلية جاء ذلك تفاعلا مع لفتة جلالته الكريمة باعتبار مناسبة يوم المرأة البحرينية ضمن أعياد البلاد الوطنية خلال استقباله حفظه الله لسمو رئيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال وأعضاء الهيئة ووزير شؤون الإعلام وشؤون مجلس الشورى والنواب وكبار المسؤولين والعملين بالوزراء ورؤساء التحرير حيث رفعت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالغ الشكر والتقدير والامتنان لمقام جلالته بهذه المناسبة مشيدة أيضا باهتمام الإعلام البحريني بتغطية فعاليات يوم المرأة البحرينية وبصورة تتناسب مع مكانة وأهمية هذا اليوم الذي اعتبره جلالته عيدا وطنيا يجب الاحتفاء به وهي رسالة ملكية متقدمة تعكس ما تحظى به المرأة البحرينية من مكانة رفيعة ضمن نسيجنا الوطني الجامع